دربي مدينة تونس رقم 91 انطلق منذ ساعات يأتي في تقس بارد وفي فترة ما بعد المشاركات الافريقية بالنسبة للجانبين اول دربي لكليتون في جهة اليوسرى لدفاع الترجي كان ديات راوري ومراد المالكي في الخط الامامي فريق بابسويقة تقريبا بتشكيلة بحث عليها منذ بداية الموسم على البنك فما مختارة ليلي اللي يعرف نفس المكان مع نفس النادي منذ عام 78 بخبرة ثماني اللقاء بوتولة روني اكس برايا يعود بالزعلاني وبالخصوص جوزي دي سوزا صحبة كاماتشو في هجوم الافريق لأول مرة منذ مباراة غرد أفريل 99 الحكم الأجنبي هو فرنسي ومن المقام الأول السيد أنان سارس خمسة دقائق مجهود فردي ملكان ديات راوري وتزديده باللسار دائما من المسافات البعيدة كليتون يجرب حظه الترجي نحو الامام رينالدو يتحصل على الكرة البرازيلي يمر توزيع عرضية وفي القايم الأول أسرع من الجميع كامديات راوري يسجل من الجديد هدفه ترجي والعرض البطيء لأكد قيمة المواجم الإفواري يقدم نصف ساعة أولى من طراز رفيع جدا رد فعلا النادي الإفريقي من خلاله المغربي كاماتشو اللي يربح مخالفه خالد المولهي في الانتلاق وتنتهي على حمدي المرزوقي اللي يسعد فوق الدفاع ولمسة رأسية في المرمى السيد آلان سارس لا يحتسب الهدف بعد ما شاهد هفوة في الوجوم من القائد الإفريقي الترجي الرياضي يتمتع بخط وسط حركي جدا ودائما تقدم المالكي في موقع ممتاز وتصويب لكن موجود خالد عزيز من الجهة اليسرى مراد المالكي مرة أخرى التمهيد وتراوري كاد يسجل للمرة الثانية مع نهاية هذه الفترة الأولى النادي الإفريقي يعتمد أحيانا دفاع الخط ترفع الكرة في اتجاه تراوري وجه لوجه مع الحارس عزيز واهدار الفرصة بهالتريقة النادي الإفريقي خلى مساحات كبيرة في وسط الميدان المباراة تعدد 240 في البطولة لسراج الدين الشيحي يتقدم تصويبة مؤترة وعزيز في الركنية نفس العملية عندما تعود من الزاوية تمر على الدفاع وضغط متواصل على زملاء فريد شوشان واحد سفر إثر الجزء والملدر بانطلق بسرعة والباقية بعد حجرات الملابس شاوة كل كان لنا نحن كريت معطل مسيطرين حاطة في نصف الميدان والفرص كانت برشا إن شاء الله شاوة ثانية نتحكم مكسف الكرة خطر حالة تعطي الملعب كور تجري أكثر نحاولو جليش الفرصة الثانية نحاولو نتجلوها بش نرتاحها على المقابل وضعت إصابة تسجلت لي الكرة القدم يعني سوء الثاني إن شاء الله يكون خير صحيح ما كناش نستنعه معطة الهدف يجينا في الوقت ذاك جينا في وقت سعيب شوية معطة في أول شوط الأول معطة ارتبقنا شوية في الخلف لكن بعد معطة ركزنا على معطة حاولنا بشن معطة نحض السجل وهدف التعادل وذلك خلينا معطة نظهر بمردود أفضل في آخر شوط الأول دقيقتين فقط في زمن نشاط الثاني طفيق الصالح يعود لنشاطه المعهود تمر بصفة عرضية تنتهي بين أقدام أشرف الخلفوي كورته تقطئ المرمى وتلمس الخشب محاولة الخلفوي وإفريقي خاتير جدا في لحظات أصبح فيها مطالب بسنع اللعب والرجوع في اللقاء إجابة الترجي عبر المسارة البرازيلي رينالدو يشاهد أدينتون في ملتقة الجزاء ترويض وأمطار عن المرمى أدينتون بيريرا يسدد في الدفاع نلعب في الدقيقة 56 كورة عادية جدا ترفع نحو الدفاع من ترجي انتظر المنافس في هذه الفترة تباطئ أمام مرد الملكي اللي يراوه ويتم إسقاطه في الملتقة المحرمة ضربة جزاء حسب السيد ألان سارس في تنفيذ رينالدو في السرق نعب الترجي أصبح أفضل هدف البتولة بخمسة إصابات هذا الهدف الثالث اللي سجده البرازيلي منذ نوفمبر 2000 في ثلاثة مقابلات ضد الإفريق لهنا الترجي عمل يمكن المهم والصعيب في حوار الأجوار 22 دقيقة ناشط كاعاته في استخدام المساحات رينالدو صاحب تمهيد ذكي نحو القائمة الثاني في الموجود كانديات راوري التقاط كورة جيد من مهاجم الترجي وثلاثة سفر 21 عام فقط الإفواري يسجد للمرة الثانية ثنائية مع فريقه جوزي دي سوزا ثم مهر زيتون بطء في التحذير الهجومي وعودة الدفاع ربع الساعة أخيرة باللاعب اسكندر السويح كليتوني غادر الميدان أشرف الخلفوي والبحث عن هدف صعوب بصفة غريبة السويح في التوزيع وسعود رضي جعادي كاد يأتي بثمره 3-0 في النهاية النادي الافريقي قسر بعد ما خل المبادرة لمنافسه أكثر من اللزم أخطاء دفاعية عكلة الأمور ولو أن الفريق يبقى قادر على أفضل بكثير بالنسبة للترجي تأكيد الاكتشاف مهم يحمل اسم كانديات راوري ورد فعل إيجابي من مجموعة كاملة بعد قوس المشاركة الافريقية والحمد لله يعني اليوم الأولاد ما ما قصروش وقاموا بالوجب متاحهم ولعبوا على وجههم الحقيقي والانتصار كان يعني ما بدون غبار عليه لا غبار عليه الرحل المطولة بتاذة أسابيع أثرت علينا وعلى مردود اللاعبين في الشوط الثاني جاءت نكورة على عرضه ولو كانت نجحة لتغيرت المقابلة لكن هذا ما يمنعشي إلى الأمور بما كانت من جانبنا خلال هذا اللقاء سليم كان نعرف الجديد في مسألة المدرب ترجري تونس هل سيبقى على مختارة ليلي أم أنه فهم مدرب جديد في الطريق المدرب هذا موجود هو ميشيل دوكستيل مدرب باسيكا بيجون درب نادي سيون سويس لتحصل عليها معاه على نتاج طيبة منهم المركز الثاني في البطولة والكاس سويسرا لكن قبل ما نتعاقته لابد أن نتفق على الأهداف ونتفق على عدة أشياء منها أشياء مادية حتى الآن ما توصلناش معناها بش نلقاهوا الاتفاق هذا إن شاء الله في الأيام القادمة نختاره بين هو بين مدرب برازيل